ما هي أهمية المنتدى وطريقة عمل استطلاع رأي صور أو نص ده ما مضوع حلقتنا النهاردة تابع معي السلام عليكم أهلا بكم في قناة ياسمين عشور ياريد قبل ما نبدأ فيديو النهاردة تعمل لي لايك للفيديو ده ونقول ما تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة بما أن طبعا المنتدى بقى من صفر ومشترك يبقى لازم تعرف أهمية المنتدى المنتدى يعتبر أهم ميزة اللي تبقى تحالك لمنشئ كده المحتوى عشان بقى زيادة التفاعل والمشاهدات على قناتك وتبدأ تتواصل مع جمهور قناتك باستمرار من خلال بقى نشر بقى استطلع رأي نشر بوست نشر صورة ممكن تنشر فيديوهاتك قديمة على القناة تنشرها على المنتدى ممكن تنشر صورة وعليها لينك طبعا الكلام ده هنتكلم عليه كتير القامل اللي جاء دي عشان القناوات الصغيرة خلاص بقى الميزة بقيت نزلت عندهم القناة دي عندها كده كان مشترك القناة دي عندها تقليل متين مشترك وموجود فيها كلمة المنتدى طيب إزاي يستغلي بقى المنتدى في زيادة التفاعل ده هنتكلم عليه هنعمل إيه بقى عندك هنا أقول ما تضغط كده على كلمة المنتدى هتلاقي هنا إنشاء مشاركة ولو عايز المزيد من المعلومات تقرأ كتير على المنتدى عشان تعرف أكتر بتضغط كده على المزيد من المعلومات وتبدأ إن إنت تضغط عليها كده وتشوفها طيب لو أنا ما نزلش عند المنتدى هعمل إيه هسيب لك فيديو في شاشات النهاية يعرفك إزاي تفاعل ميزة المنتدى عندك في قناتك على اليوتيوب بتمشي على الخطوات وبتفعلها عادي جدا وقلنا في الفيديو كل حاجة ببدأ إننا أضغط على إنشاء مشاركة والفيديو كده النهاردة أنا هعلمك إزاي تعمل استطلاع رأيي بالصور أو بالنص تمام ببدأ إننا أضغط على إنشاء مشاركة متضغط على إنشاء مشاركة عندك هنا العلامة دي كده أنا أضغط عليها لما أضغط عليها بيجي لك هنا إضافة خيارات الاستطلاع هنا صورة هنا نص تعالوا كده نضغط على صورة هنا بيقول لك أنت ممكن تضيف كده ممكن تأخذ رأيي الجمهور بتاعك أو المتابعين بتوعك في صور من خلال الاستطلاع فأنت بتبدأ تكتب لهم العنوان اختار الأحلى وببدأ إن أنا أضغط على الصورة كده من ضغط على الصورة بيحاولك لستوديو أنا أخذ رأيهم مثلاً في الصور REALLY عندي يعني الصورة دي تمام ببدأ أن أضغط عليها وهنا الخيار الثاني هضغط عليه برضو واختار الصورة ثانية تمام وعندك إضافة خيارات لو عايز أضيف ا�� skillet اضغط على إضافة الخيارات وهنا الخيار رقم ثلاثة ببدأ أن أضغط عليه وبدأ أختار الصورة والخيار رقم أربعة ببدأ أن أضغط عليه وأختار الصورة لو عايز تعمل ثلاثة عادي عايز تعمل اتنين عادي عايز تعمل هما ثلاثة او اربعة براحتك المهم هيجي لنا كده بالشكل اللي انت هتشوفو ده لو عايز بقى تكتب تحت كل صورة لو انت عندك قناة للطبخ بتبدأ ان تكتبي لهم مثلا عايزين ايه الاكلة الجاية او عايزين اعمل لكم ايه الوصفة الجاية وتبدأ ان تكتبي لهم هنا وتحط لهم الصور تضيف لهم صور وطبعا الجمهور بتاع قناتك يبدأ ان هو يضغط على استطلاع الرأي يختار عايزين ايه الحلقة الجاية وطبعا هنا كتبت لهم اختار الاحلى وبضغط على انشاء مشاركة طيب انا مش عايزة دلوقتي اللي انا عملته ده ينزل دلوقتي يعني تتنشر دلوقتي على المنتدى اعمل ايه هنا عندك دايرة كده ببدأ ان اضغط عليها ممكن انا انزلها في اي وقت زي ما انا عاوزة يعني ممكن اعمل استطلاعات رأي كتير وكل استطلاع رأي ينزل في المعادل اللي انا عاوزها ازاي بقى ببدأ ان انا اضغط على الدايرة دي وهنا التاريخ بتبدأ ان انت تضغطي بقى على التاريخ كده تحدد التاريخ بتاعك وتضغطي على كلمة موافق هنا الوقت بتضغطي على كلمة الوقت وبتختاري الوقت اللي انت عاوزها وتضغطي على كلمة موافق هنا المنطقة الزمنية بتضغطي مثلا المنطقة الزمنية وبتختاري التوقيت بتاعك والمنطقة بتاعتك هنا التاريخ اهو بضغط عليه 19 اكتوبر وابدأ اضغط على كلمة تم طيب انا دلوقتي خلاص حددت وضغطت على كلمة تنبينز في المعادل اللي انتي والوقت اللي انتي عملتي حددتي هنا طيب لو انا مش عايز برجع كده ومش هنعمل الجدول زمني وخلاص وهنسيبهم كده وهنضغط على طول على انشاء مشارك لو انا عايزة نزلها في وقت معين بضغط على الدايرة دي وبضغط كده على انشاء مشارك تعالوا كده نشوفها نزلت ازاي اهو دلوقتي اي شخص هيجي يعمل استطلاع رأي على صورة منهم بتظهر لك بقى ايه ببدأ ان اضغط عليها بعمل استطلاع رأي ما اضغط على الصورة اللي انا مثلا اختار الاحلى فببدأ الجمهور بتاعك يختار بدأ يتفاعل مع البوست طيب انا عايز اعمل نص غير ده بضغط على علامة الزائد وبضغط على انشاء مشاركة استطلاع من خلال نص بضغط عليه هنا بقى من خلال نص هنا بقى ما رأيك فيه قناتي بعد ما ضغطنا ما رأيك فيه قناتي هنا بقى ببدأ ان انا اكتب الاختيارات اللي هو مسلا اضافة خيار اه ضعي مسلا ممتازة ضعيفة تمام ببدأ ان انا اختار الايه الايه الاستطلاع اللي انا هبدأ ان انا اعمله بس لازم دايما استطلاعات تنزل على المنتدى عشان الجمهور بتاع قناتك يتفاعل معاك ببدأ ان اكتب الاستطلاع بتاعي وبضغط على انشاء مشاركة وتاني لو انا عايزة حددها في وقت معين بضغط على الدايرة دي وحددها في وقت معين طيب لو مش عايزة نزلها في وقت معين عايزة نشورها دلوقتي واضغط على انشاء مشاركة طيب هتزهر لهم ازاي بنحدس كده اهو زي من شايفين ما رأيك في قناتي او ما رأيك في محتوى قناتي دايما اتابع مع الجمهور بتاع قناتي الاستطلاعات رائي والصور وبنشر فيديوهات عندي على القناة مثلا قديمة فكل ده ان شاء الله هنقول في حلقات جاية كتير وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يا ربي فيديو النهاردة يكون عجبكم ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته